ليه هبدأ بجيمي بقى النهاردة وإحنا داخلين قال لي أنا جايب لك مهاجم الأهلي وأنا جايش فطرى بقى مهاجم الأهلي اللي جايبه جيمي ده هو المهاجم اللي الناس مستنياه ولا لسه كلام نعرف منه دلوقتي في مهاجم؟ في مهاجم أكيد في مهاجم أصلا ده السؤال اللي جابت ما حدش عارفه أكيد في مهاجم أنا أكيد سعرف مين المهاجم ما أنا أقول لك قول دلوقتي حتى هذه اللحظة اللي بنتكلم فيها دي عكس ما يتردد أنه سوزة خرج من الصورة لا سوزة لازال موجود في الصورة وكولر لازال مصمم عليه طيب هل كولر مصمم على سوزة وموقف الدنيا على كده والأهلي واقف على كده لا لجنة الكرة في الأهلي شايف خلاص إحنا استنينا أكتر من اللازم وخلاص إحنا ماشيين في سكة تانية الراجل متمسك بأنه لو فيه أمل 10% في سوزة وحصل تواصل ومكالمة من مسؤولي النادي الأهلي لجنة الكرة في النادي الأهلي تكلموا مع سوزة من ثلاثة يام وتكلموا معاه أنه إحنا انتظرنا أكتر من اللازم وانت كده كده هتبقى فيه بعد 7-8 شهور فالقصة كلها وما فيها أنه الأهلي موقف المفاوضات بتاع الأسامي اللي أنا هقول لك عليها دلوقتي على قصة سوزة سوزة لوضان هو رقم واحد في الاختيارات بتاعة مارسي الكولر ده رقم واحد طيب فيه ثلاث مهاجمين موجودين أقول لك الأسماء الثلاث مهاجمين دول الراجل رتبهم والراجل إدى الجنيه لايت أو دول أخضر لإدارة النادي الأهلي إنها تتكلم معه مين هم الثلاث مهاجمين؟ وهقول لك لجمة الكرة كمرة شحة واحد راجع ثلاث مهاجمين الراجل والثلاثة زي ما احنا شرحنا من الأول خالص الراجل عايز مهاجم كلاسيكي يجيد دربات الرأس يجري التعامل داخل للـ 18 رتبات تعباني يا جسدية قوية الراجل هي دي اختيارات ومش هيختار حد بره دول حتى لما أشعب بعض الأسماء اللي مش شبه دول أنا أقول لك من قبل مسأل لا دي مش اختيارات الراجل فمحمد كونتي ده مهاجم أخمد جروزني فريق في الدوري الروسي ولازال فريق متمسك به هو المهاجم الأساسي بتاعهم ده المهاجم رقم واحد إيكوبا إيكوبا مهاجم نايجيري أمريكي بلعب في الدوري المجري وفريقه هبط بالمناسبة هو هدف فرقته ورابع هدف الدوري المجري الموسم الماضي 11 جول 194 سنتي وده معانا لقطات لي هنعرضها بعد شوية ونعرضها هدو الوقت ونعرضها يا جماعة والمهاجم الثالث المهاجم الثالث والمشكلة كلها في الأزمة لأن النادي بتاعه طالب رقم كبير هو سوري كاب دول الثلاث أسماء اللي الرجل ادى عليهم جرين لايت الثلاث ادى عليهم قال لهم خلصوا أحد من الثلاث ما عندش مشكلة وده بعض اللقطات ده بعض اللقطات لإيكوبا ده اللاعب اللي بيلعب فيه الدوري المجري 1490 سنتي يعني أنا بالنسبة لي ده أطخم بعيد يعني أنه هو كواليتي جيدة في وجهة نظري للي عايزه كول هو مهاجم مش أحسن شيء بره 18 لكن جوال 18 مرعب قوي جدا بياخد العيب رقم 12 عشان ناس تتابع معنا في اللقطات اللي شغالة اللعب رقم 12 أي لقطة فيها العيب رقم 12 وهو ده اللعب اللي احنا بنتكلم عليه لعب كرته تاني مش أحسن شيء لكنه مش سيء بره 18 لكنه مهاجم قوي جدا يا كريم جوال 18 خاصة من في ضربات الرأس هو فيه هنا جوال 18 عيجا لا لا هيجي دلوقتي عيجا لأنه في بعض الكلام تردد ان هو العيب ضعيف شوية بره 18 فحبيتها ركز بره 18 بلن هو لا كرته جيد هو مش سوفر بره 18 لكن كرته جيد بيقدر يشتغل مع المجموعة يعني العيب محطة بلعيب قوي جدا يا كريم بجوال 18 يجيلك دلوقتي كل ضربات الرأس يجيلك ورابع الراجل ما بص بص في كرة دي والراجل بقى الراجل ماسكه يعني وراجل ماسكه حضنه وشده متشيرته وعمل كل حاجة يعني لعيب مميز جدا جدا في ضربات الرأس يمكنك فرقته رغم ان الدنيا كانت صعبة جدا وفرقته مش أفضل شيء لأنه رابع هدفين الدوري هناك وجاب 11 جول هو تبقى لمواصفات كولر الراجل ده مثالي جدا مين بقى اللعيب اللي رشحته كمان لجنة الكرة كرابع ما قالوا ليش احنا عايزين ده قالوا ده كمان احنا شايفين انه هو مناسب ثاني هدف الدوري المغربي بعد بولي سامبو هدف الوداد بلعيب لجنة الكرة شايف انه ممكن يمثل اضافة سنه صغير يقدر انه هو يبقى موجود ويقدر انه هو يساعد الفرق خلال الموسم الحالي دول الاسماء مش هيخرج عنهم المهاجم بتاع النادي الاهلي خلال الايام اللي جاية هيتم حسم الامر وتاني ارجع قولك اللي معطل الدنيا عشان الناس كتير بتسأل الدنيا عطلنا ليه الامل العشرة في المية المتبكة على سوزا اللي الناس كلها اتكلمت انه خرج برا الحسابات سوزا لازال في حسابات النادي الاهلي لكن لجنة الكرة مش هي في سكتها في المفاوضات مع الثلاث اسماء اللي انا قلتهم وسوزا هو لازال خيار مرس الكرة عظيم جدا الله ينور عليك شكرا لزمان جمهور الاهلي لات مبسوط اوي اتمنى اكيد حد علوم اسماء ما احد يقالي يقولي مين مهاجم الاهلي اللي جاية اقول له والله علم علمك والله مش عارف